الحقيقة كان عمري 7 سنين مضبوط بأبو البنات ما كنت لسه فهمان اللعبة ولكن تعرفاني الشيء لم تكن مجرد ممثلة عابرة في الدراما السورية بل كانت رقما صعب فرضت نفسها في الوسط الفنية بفضل شخصيتها الفنية القوية حظيت بكاريزما مفعمة بالحيوية وقوة الأداء والظهور أثبتت نفسها بكل جدارة واستحقاق وأذهلت الوسط الفنية بخبراتها ومهاراتها العالية ولدت روع هاني السعدي في الأول من أبريل عام 1988 بالعاصمة السورية دمشق لعائلة مسلمة محبة للعمل الفنية ويعتبر والدها هاني السعدي من بين الشخصيات المرموقة في عالم الفن لسيما أنه ساهم بكتابة العشرات من المسلسلات السورية أبرزها مسلسلات الخط الأحمر أسياد المال قتل الربيع خط النهاية الفوارس البواسل الجوارح أبو البنات المواجهة أبناء القهر وحاجز الصمت السعدي والانطلاقة نحو عالم الفن انطلقت السعدي في عالم الفن والتمثيل بتشجيع وتحفيز مباشر من والدها وذلك عندما كانت السابعة من عمرها فكانت أولى مشاركتها في مسلسل أبو البناتة عام الف وتسعمائة وخمسة وتسعين وهو من تأليف والدها حيث حققت فيه نجاحا كبيرا وأثبتت فيه موهبتها العالية وفي عام الف وتسعمائة وسبعة وتسعين شاركت السعدي في مسلسل الموت القادم إلى الشرق ومن ثم بدأت العروض تنهال عليها تباعا لتشارك الفنانة في مسلسل الكواسر عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين مجسدة شخصية هديلة ومن ثم الفوارس عام الف وتسعمائة وتسعة وتسعين بدور سارة والفصول الأربعة بدور نارة وما بين عامي الفين و الفين وخمسة ظهرت سعدي في مسلسلات عدة كالبواسل والشتات وخط النهاية وعصر الجنون وقتل الربيع اعتزال السعدي وحرب الشائعات هلا بصراحة أنا قررت أني يوقف خير؟ بصراحة ما عارف قرقرت الناس أنا معه هو ليك؟ هي لا اللي صار أنه أنا كان عمري 17 سنة فلسه يعني عودي طري ما عندي هاي أنه هلا أنا لو شو ما صار معي بضل وقفة خلص ما عندي مشكلة وبكمل وما في بس بوقتها 17 سنة كان عندي مشكلة وأنا بطبعي مخجولة فما كتير بحب تواجهي ايه شاركت سعدي في مسلسل أشواك ناعمة عام الفين وخمسة إلا أنه كان بمثابة المحطة الأخيرة لها قبل اعتزالها الذي استمر لأكثر من سبعة أعوام حيث لاحقتها شائعات حول علاقة عطيفية تربطها بالفنان قيس الشيخ نجيب وعلى أثر ذلك أشيع أنهما تزوجا وسافرا إلى تركيا لقضاء شهر عسل هناك حاولت السعدين في ذلك مرارا وتكرارا وأكدت أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل إلا أن تلك الشائعات سرعان منتشرت بين الجميع فقررت السعد اعتزال الفن حينها ولسيما في ظل تعرضها لأسئلة محرجة حول أدق تفصيل في حياتها الشخصية وتراجعت الفنانة عن قرار اعتزالها بعد سبعة أعوام وذلك في العام الفين وثلاثة عشر عندما شاركت في مسلسل طوق البنات إلى جانب الفنان رشيد عصاف وعادت بعد ذلك إلى زخمها الفنية مشاركة في أعمال عدة بدءا من مسلسل بقعة ضوء مرورا بمسلسل العراب وروزنع ومسلسل ما بين حب الرحب وسوق الحرير وصولا إلى مسلسل البيئة الشامية حارة القبة الذي تم عرضه عام الفين وواحد وعشرين اشتركوا في القناة